اسهل طريقة عشان ارسم فنوس او ارسم اي حاجة النص ده زي النص ده لازم بعمل محور كده. هاعمل محور بالشكل ده. هاتوا مسلا اي حاجة مدورة وليكن اي حاجة. هتبقى كبيرة دي ونطلع شوية كده. تلقوه يعني الاحسن بادنه. خلاص. آآ هشوف بقى انا عندي مسلا هنزل غاية المقس ده. يبقى هنصف المساحة دي. هدي مسلا هنا قد هنا. يبقى لو انا هعمل هنا مسلا خمسة سنتي. يبقى الناحية التانية خمسة. ادي هنا عشان انا هبدأ كده. تمام? وهبدأ اوصل بقى دول. هعمل قاعدة كمان لو دي خمسة سنتي هنخلي دي مسلا آآ تلاتة وتلاتة. يعني هنا تلاتة وهنا تلاتة. سهل الغاية كده اهو. وصلت. وده بقى عايزين تخلوه كيرف ديبه اي بطر كده مسلا لو عايزينه على شكل كيرف. عايزينه بالشكل ده خلاص اعملو كده. ازيوا لايك. ازين تعملو كده زي ما تحبو. القاعدة بقى هنا هتبقى طبعا اكبر. هنخلي النص ده هنا خدنا خمسة سنتي. نخلي هنا سبعة وسبعة. يبقى هنا اربعتاشر سنتي كده. ووصل. بالشكل ده دي اسهل طريقة لرسم الفنوس. اناتضب بقى الاشكال اللي انا مش عايزيها. اشيل الخطوط اللي انا مش عايزيها. خلاص ده شكل آآ تقليدي للفنوس. عايزين تعملو تكسيم كده عايزين نعمل هنا مثلا زي الفستونات. طريقة سهلة جدا.